ازبون شطاري جدا مجميل جدا ممكن تعمل بيه اي طرطي انت عايزي تعال نسمي الله ونشوف عملنا زي بسم الله الرحمن الرحيم معي كوبايتين اللي ربع دقيق دقيق ملعادي خالص ومعي نص معلقة كبيرة بيكين بودر ومعي رشة ملح هنخلهم هنخلهم مرتين تلاتة بعد كده هنجيب المواد السيلة بتاعتنا بكسر تلات بيضات انا بكسر بيضة بيضة عشان البيض ما يكونش فيه بيضة فزدة تبوز البيض اللي معي كله فبكسر بيضة بيضة وشين الواحدة والبيض يكون طازة ما يكونش من التلاجة لو من التلاجة تخرجيه قبلها بستة ساعات على القل واجيهم معلقة خل واجيهم رشد فانيليا معي كوباية اللي ربع سكر ونص معلقة كبيرة محسن جيل محسن جيل ده بتجيبين من عند اي مستلزمات الحلواني ولازم يبقى طازة ولازم يبقى شفاف عشان يديك نتيجة ممتازة في الكيك ان شاء الله هنخذه نضربهم ضربتين كده في الكبه لو ما فيش كبه ممكن في الخلاط ونديهم كوباية لربع مية مية من الحنفية عادية جدا بعد كده هناخد الدقيق شوية شوية طبعا لو في الخلاط هضرب المواد السيلة وانزل عليها على المواد الجفة مش ينفع اضرب الدقيق في الخلاط انا بدرب المواد السيلة كده لمدة عشر دقايق في الكبه اللي معي ويا سلام لو عندك عجان هتلم ده كله المواد السيلة والمواد الجفة كله مرة واحدة في العجان وتضربهم مرة واحدة بس احنا بنشتغل على قد الحاجة الموجودة عندنا سواء كبه سواء خلاط سواء مضرب كهرباء الحاجة الموجودة عندنا بنشتغل بيها انا كده كل ما شوية الدقيق يخطفه اخد شوية الدقيق كمان يعني اخد الدقيق على مرتين تلاتة برضو واروح ضربهم مع بعديه الديل اولاني اختفى احطي بقى ايه شوية الدقيق لفضلين معي هفضي واروح ضربوه انا بقى في الوقت ده مولى على الفرن بتاعي عشان بقى جاهز على طول اول ما تدخل فيه الكيك على طول هجيب دلوقتي صانية معي مقاس عشرين بجيب ورقة خبز زي ما انت شايفة كده وبطنيها نصين وباخد من نص الصانية لحد اخيرها وبروح قصة عشان يديني دوراني الصانية بديها دهنة زيت بسيطة بمنجيل كده وبلف حواليها من كل ناحية وبعد كده باخد الكيك اللي معي تقليبة برضو لان ممكن يكون فيه شوية دي ولا حاجة مش متقلبين في الخليط فبروح مقلبها تقليبة كويسة كده تاني وبروح مفضيها في الصانية وبامسك الصانية بغبطة خبطتين تلاتة كده عشان لو فيها اي فقعات هوا تخرج وما تبغز لش الكيك بدخل على درجة مية وتمانين خدت معايا خمسة واربعين دقيقة زي ما انت شايفة طالع اللي زبونش طحفة زبونش هاي اللي ينفع لأي طرطاية انت حابة تعمليها زي ما انت شايفة كده طاري جدا هنمسك دلوقتي بقى نشوف ازاي نقسم الكيكة بتاعتنا او نقسم اللي زبونش بتاعنا عشان يطلع مظبوط ومن غير منشور انا بجيب الترنش وباجي باخد صانتي واحد من ناحية كده وبعدين بلف لفة صغيرة وباخد صانتي كمان وكل ما بلف لفة بزود شوية عن الصانتي كل ما بلف لفة بزود شوية كمان عن الصانتي اللي انا دخلته في الاول لحد ما بلاقي نفسي في نص الكيكاية بالشكل ده كده كده انا وصلت الحرف الكيكاية بيت مظبوطة معي زي ما انت شايف قلبي الكيكاية جميل ازاي هنقسم بقى تاني نفسي النظام هنخش صانتي وبعدين صانتي وبعدين صانتي وبعدين صانتي وبعدين هندخل لنص الكيكاية بالشكل ده كده انا عايز اقولك اللزبونش ده هايل اللزبونش ده اللي احنا عملنا منه عروسة البيانو او تورطاية عروسة البيانو كانت تورطاية تحفة وطعمها يجنن ومع ذلك تسمتها جحيم تحت الماء لاني كنت شغالة فيها في الجو حر جدا لو عايزيني لينك ان شاء الله بتاحها سيبها لكم في صندوق الوصف لو عجبكم الفيديو ان شاء الله ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة من اللي هنا مش شيفة صباحكم فل